اهلا وسهلا مرة جديدة بكل متابعين دنيا وصباح الخير للي ينضموا لقلنا هلأ وصلنا لفقرة قصتي مع اللي ندخل حلاء خلينا نشوف مع بعض شو محضرين لليوم بدأنا الأسبوع بقصة نجوة واليوم رح نختم أسبوعنا بقصة ضبيا قصة بتعطينا أمل بحب العمل والإنجاز وفخر الأهل كيف ممكن يوصل صبية زي ضبيا لحلمها صباح الخير ضبيا صباح نور كيفك؟ شو أحبارك كيف الجو كيف وصلت أمورك الجو كيرفدو وإن شاء الله مطر خير إن شاء الله يا رب كيف موسوطة إني معاكم اليوم وإحنا بالأكتر شو مات إحنا بالأكتر ضبيا أنا اليوم هيك بدياكي تكوني مرتاحة وتحكيلي أنت يعني إحنا زي شريط حياتك منون بتحبي نبلش بلي منون بتحبي نحكي كيف بدأتي تمام بداية أنا ضبيا ياسين أنا صيدة لانية تمام عراقية الجنسية جينا للأردن تقريبا بسنة الثلاثة وتسعين تمام عشت بالأردن معظم طفولتي مرأت ببعض الظروف اللي كنا ممكن نمرأ فيها من ضمنها وفاة والدي كملت توجيهي بالأردن ودرست الصيدلة بهاي الأثناء طبعا الصيدلة هي دراسة كتير ممكن تكون متعبة ومرهقة طبعا كان عندي كتير استرس ومثلي مثل أي عبنة الاسترس ممكن يأثر بالشعر وكان عندي كمان شغل للتجميل كتير مثل ما أنت يمكن بتعرفي أخدت بأحد الصيفي أخدت بدل ما أخد صيفي أخدت دبلوم تجميل بهاي الأثناء قعدت أفكر بتراكيب وصياغ ممكن تساعدني بشعري اللي خرب بسبب الاسترس وبسبب كان وقتها موديل الأمبري أه أوكي فكان نصف شعري كتير تعبان يعني ألوان شعر دراسة صعبة زي الصيدلة ومواد صعبة وأصلا ظروف يعني أن أنت مغطالبة مغتربة طبعا وصروف شخصية طبعا بتأثر على الإنسان من أكتر من مجال قدت أنه شعرك يتساقط بفترة بكمية كثيرة وانتي بزي ما بسمها بأحلى عمري يعني أحلى عمر الجامعة والشعر كثير مهم طبعا الشعر هو تاج الجمال لكل صبية وماشاء الله شعرك بجنن هذا بعدين بعد ما اشتغلنا عليه شوي هلأ أنا من النوع من البني آدم إذا ما بلاقي إشي بعمله تمام يعني بظلني أدور كثير دورت بالأسواق بالهربل شوبس بمحلات الأعشاب بصيدليات على إشي ممكن يساعد شعري دوري على حال يعني لجأتي للدكاترا يعني إشي كل إشي ما خليت إشي عبين ما قلت خليني أعمل أنا خلطة لإلي تصوري يعني أنتي بدك أنت تعالجي نفسك بنفسك حتى بتذكر اليوم كان يوم 12-08-2014 12-08-2014 خطرت ببالي الفكرة وبدأت أشتغل عليها وما كان الهدف بزنس أبدا كان الهدف أني أصلح شعري تصلحي شعرك يعني واجهتي تحدي ومشكلة نعم أنه أنا لازم هذا شعري لازم يرجع طبعا كانت مشكلة بالنسبة لإلي قعدت أشتغل تقريبا شهر على الموضوع بلشت البست فرنس صاحبيتي تلاحظ بلشت قلت لي شو عم تستخدمي لشعرك قلت لها والله عملت برودكت طبعا هي بتسمت وضحكت قلت لي أوكي بصرت جبيلي منه حطت لها يا بي علبة هيك وطلت لها أخدي هاي منه ما في طبعا كمان نفس الفترة تقريبا بلشت كتير شعرها يتغير صرت كل ما أطلع معها شعرها عن جدي كتير عم بتغير طبعا تعرفي أنت البنات لما طبعا نشوف تغيير في ناس طبيعيين وفي ناس بيكتموا بس كله بيقلب بالعال قلت لي شو عم تعملي جبيلي منه صارت تحكي معي صاحبتها العروس عرسي قرب صارت تحكي معي يعني صار المنتج ينتشر بالجامعة بطريقة سرية وانتي لسه مش شعر حتى مش مسميتي بالضبط ممسميته ولا أصلا ببالي أنه هذا الاشي البزنس فرض حاله علي فرض حاله علي يعني عدد كتير كبير من الناس أخدوا مني كانوا يلاقوا نتائج زي اللي انتي لقتيها وكان ثري أنا هذا اللي سمعته عنك آه عبين ما عبين ما قلت يعني أنه جيبت خلاص انتهى الموضوع هذا بطل قلت خليني هم صار يحكوني أوكي بس خليني وعنه انتي مواد غالية اللي بتستخدميها يس لأنه اللي بيكون كريم بتقديم العينات يس أكيد بيكون كريم بالمواد الأصلية أنا كشخصية كنت بس تحي أحكي لأ تمام بس لما يعني صار الموضوع أنه قلت إنه خلاص خليني أاخد بس سعر الأشياء سعر المواد اللي كلفتك آه فبعدين شاروا يحكوا لي حتى بمشروع التخرج قالوا لي إنه بفترة التخرج إنه بس أعملينا ضبطينا من هالحكي قلت إنه واو إنه هذا ممكن يكون بزنس طبعا يعني هو طرحها له يعني طرحتي فكرة الشغل من الجامعة يعني منتج غزالي هلأ رح نحكي عنه واللي كتير مبسوطين إنه صار معنا ببزار رؤية هذا المنتج حقيقي انت أسس وانت طالبة على كراسي الجامعة يعني بدأت العمل من مقعد الدراسة مع إنك صيدلانية يس بالضبط وكمان حبي للتجميل كمان لعب دور كمان أنا كتير بحاول إني أطور من حالي ما أوقف درست تصنيع عشان المواد إنه أكون بروفيشنال أكتر بلشت بمنتج واحد دلو سنتين بعدين بلشت في منتجات أخرى نفس المنتجات لدرجة إنه لتآخر إشي شو أعمل للشعر شو ضل عملت عطور هذا هلأ بلا نحكي عنه هذا عملت عطور للشعر لأنه طلبوا قالوا لي آه إنه بنحب إنه هيك إشي وهي كمان موددها أجل صح فعملت تقريبا هلأ تسع نكهات صاروا تحكيلي كمان عن التجارب الحلوة اللي قلتيلي عنها كيف أثرتي على زملائك بالجامعة يعني قلتيلي أسطين من أكتر الأشياء اللي أسعدتك نعم عالناس كانت عندها مشاكل حقيقية وشباب ما كانوا يطلعوا وإنتي ساعدتيهم بالضبط هلأ أنا يعني مرات بهاي الحالات اللي بشوفها ممكن كتير بتأثر فيني تمام آخر حالة كانت بعتلي صورة شاب اللي أنا مو قادر أطلع سبب الجفاف اللي عم بيصير عندي بفروة رأسي فبعتلو يا يعني إنه قفت صراحة أكيد أكيد أنا أكد بأكد أنه أكيد قلت لأشوف وضلتني نعمة على الموضوع يعني إنه ما سألت ولا إشي الصور اللي بفوره أكثر فضيعة وطبعا أنا بعرض هاي الأمور عندي عندك على السوشال ميديو وهي طريقة ذكية إنك تشاركي كمان الناس أكيد لازم أشارك وبعرفوا أنا طريقة التعامل كيف مرات حتى أنا كصيدة لانية مرات بتيجي ناس يعني ما بقدر أوهم الناس بأشياء مش موجودة أحيانا بقولهم روح اشتري فلان دوا روح اعملي فلان كذا فيه أشياء مهمة تعمل هو بالنس والبرودكت أكيد أنتو بتعرفوا أدي الفيدباك عليهم حلو طبعا أنا لست كتير حاب أكمل معاكي ولست حاب أكمل معاكي كيف صيدة لانية واشتغلت بالصيدلة وبعدين رجعتي لشغفك يعني أنت ما قدرتي رجعتي لشغفك بالتصنيع بس مش قادرة لازم أقوم وأفرجيهم الأغراض يعني خايفة يخلط الفقرة بغير ما نفرجيهم نحكي على الطريق يلا طبعا هم ليندا أنا ما بعتبرهم انتجات بعتبرهم أولادي صراحة يعني أنه حتى كيف بسميهم بشوفوني كيف بحكي عنهم مثل حدا عم بحكي عن ولاده أول إشي عندك الأويل هذا جوسي هذا عبارة عن combination of oils هذا المنتج صالح للأكل قدما هو نظيف ما في أي إضافات أي مواد كيمولية؟ أي كيمولية ما فيه وهي حال الأكتر الأويل اللي أنا بستخدمها هذا اللي هي الزيوت العدراء طبعا أنا مع كل منتج بحاول أعمل هير إدوكيشن تعليم عندي على البيج بما يخص الأويل كيف لازم تكون وكيف مستخدمها شو الزيوت النافعة والزيوت اللي مش كتير بتنفع وعننا الزبدة هلأ هاي تسميتها بناء على أنه هي كتير بتعمل لمعة للشعر بزيت اللوز طبعا زيت اللوز من ضمن الزيوت اللي الشعر بمتصها شمي ريحتها هاي الزبدة هاي تبعت الحمام اللي بتستخدمها؟ هاي اللي قبل الحمام هاي اللي قبل الحمام طبعا هو باكيج متكامل باكيج متكامل من عند تريتمينتات أسبوعية مثل الزبدة هي حقيقي شكلها زي الزبدة يعني باش معقول يعني قديش بعدين بيمتصها الشعر الشعر بيمتصها فيها زيت اللوز زيت اللوز اللوز الحلو من الزيوت اللي الشعر بيمتصها وضبية هادا اللي هو هادا بالحمام هادا الست العملية المثلي ومثلك ايوا مع النواقات بالحمام ثلاث دقايق بعد الشامبو بعمل سمودننجس وصقل معقول الريحة اه لا سقل سقل لجسم الشعر هلا الشعر اه رحته كثير ما بنقدر نقول الريحة الريح ما بنقدر اظن لازم يحطوا كبسات معطرة للمشاهدين ضبية لازم احكي عن شغلة انا في شغلة لازم تخليني انا احكي عنها تبدلي وين عتر الشعر؟ يلا عتر الشعر تبعتي الكوكونات انا اللي بدي احكي عن ضبية هذا ابني انا مش ابنك انتي هذا كتير محبوب المنتج ابارة عن هذا عتر الشعر هذا صراحة كان بطاقة تعرفي على ضبية بس اجت هيك ورشتلي قلتلي لنذا شمبي العتر مش عادي طبعا اول شغلة ميزته انه قاعدته مائية مش قاعدة كحولية ليه مو قاعدة كحولية القاعدة الكحولية شو بتعمل؟ الشعر فهذا ما بيعمل شي بالشعر استخداماته عندك عزومة عجقة يجوكي فجأة ضيوف بترشي كأنك عنجاد طالعة من شاور ومسأشور شعرك انا هذا الاشي ادمان بيعتيك شعور انك انت بسيشيلز مع اني موصلتها بس هذا وصل بس هذا وصل بيتش لوك الكوكونات ووتر هو بخاخ يومي بعد كل حمام بيستخدموه انتي بتعرف كيف تستخدمي هلا هي ريحته شغلة اضافية بس هو بالحقيقة ليف اون تريتمان ليف اون تريتمان ليف اون تريتمان اه يعني فيه كمان مش بس عطر ليناس يعني هذا ادمان انا مبسوطة فيه على العطر اللي حاله انا مش عارفة انه كمان هو مش بيرفيوم هو تريتمان هذا موجود معنا على رؤيا بازار يس كلهم موجودين يوجود بكمية لانه هذا يعني يعني فورا بيخلص هذا بيقولولي بدي احط لكم الموقع ياريت لو بتحطونا الموقع لازم رؤيا بازار بتروحوا على ستور نازالي محتوط ذهير دوكتور محتوط اللي ستور رح نخلي له بانر هذا المنتج انا غرامي هذا غرامي هون ايش عم نحكي هلا هون عطور الشعر هادول اللي اجداد هادول الفور هم عبارة عن تاكيج علاجي للشعر هدول هم لازم كله مع بعضه ولا بيقدر الواحد يلتزم لا طبعا بحكولي وضع الشعر انا بعطيهم بناءا على الوضع اه انتي يعني بتاعتي استشعر اه في ناس مثلا شعرهم دهني بعطيهم اشي في ناش شعرهم هادا بناءا على انه انا كمان سيرتفايد هير ستايلس انا كوافير مرخص يعني فبعطي بناءا على الحالة اه بالزبط بناءا على الحالة مو شرط يعني شو بدي اقولك كتير شغلك حلو وقدي شغلك محترف يعني اللي بيفكر بيشوف انه هادي شركة اهمة فكروحة شركة وعاملة ما بيعرفوا انه هاي صبية من الجامعة بلشت مشروعها طب يا انا متأكدة انه اهلك فخورين فيك ووالدك الله يرحمه اكيد فخور في هالبنت الصبية اللي قدرت تعمل هالمشروع الحلو وتكون انسانة منتجة قدي مهم انت تكون انسانة منتجة وانت بتدرسي كتير مهم وكتير بعطي قوة للشخصية بسقة للشخصية بيخليكي اقوى وبعطيكي استقلالية واشي كتير حلو بالنسبة للعطور حلم كتير حلو تبعك وفخر اهلك وفخر والدك فيك ان شاء الله وصلك لهون احنا كتير سعيدين باستضافتك ونتشوفكم بالاسبوع الجاي بضيفة جديدة ونرجع لفقرات دنيا يا دنيا شكرا كتير اهلك